السلام عليكم وبركاته ومعاكم ماتو رجيت لكم مقطع جديد مقطع اليوم هيتكلم من احزن سبع مونتات بانمي وانبيس وخلونا نبدأ بالمركز السابع عندنا توهيمي وتوهيمي هي ملكة جزيرة اليوجين وزوجة الحاكم نيبتون ووالدة الامراء الثلاثة والاميرة شراهوشي طبعا كانت الملكة وتوهيمي دائما على السطح وكانت كل يوم تلقي خطابات من عشان تقنع الناس عنده اليوجين ترى ما هم اشرار يعني وناس طيب وخلونا نصير طيبين مع بعض البشر واليوجين وتصالحوا واحرقوا المشاكل اللي بينكم وصيروا اصحاب فكان هدفها نبيل وما حمعت كان يعطيها وجه وكلما كانوا رفضين فكرتها واحد معبرها وجلست سنوات وهي تحاول تقنعهم لاني يوم من الايام صار حظة حلو وجاهت النين سماوي وراحت معاه وقدرت تاخذ حضور الريفري فصار اليوجين يقدر يروح الريفري وهذا شيء يعتبر مرة شيء كبير بالنسبة لليوجين وبعد ما بديت حقق حلمها وجمعت الكثير من الموافقات عشان البشر يعيشوا مع اليوجين بس للاسف يوم من الايام جاء واحد من البرمائيين واطلق عليها النار وقتلها وحتى هي كانت قاعدة تموت كانت قاعدة توصي اياه لها انه لا تؤذوا واحد وخلوكم طيبين مع البشر ومدرين فعني كانت حياتها جدا مسالمة وطورت من عالم اليوجين والله يكثر من امثالها خلونا ننتقل لمركز السادس فالمركز السادس عندنا بيدرو بيدرو طبعا كلنا نعرف انه نمر من المينك هو قائد قراسنة نوكس كمان وقائد حراس المينك تحت قيادة نوراشي طبعا بيدرو حاول من قبل البحار ويسرقوا البنغليف حق البقمام بس تم اعتقاله وخسر عينه وعمره بس هالي المرة حاول مع قراسنة قبة القاشق خلاص انا بنتقم الحين تاخذي عيني تاخذي صديقي تاخذي روحي انا جاي انتقم ومع ذلك نجحوا قدروا ياخذوا نسخة من البنغليف وهربوا بس وقت الهروب صارت عندهم مشكلة للاسف بيروس واحد من ابناء البقمام ثبت السفينة ومنعهم من الهروب فبيدرو قرر ان يضحي نفسه عشان البقية يهربوا ويتقاتل مع بيروس لكن بيدرو في الاخير فجر نفسه انه ما قدير واجه بيروس وحرفيا يعني كانت موتا محزنة الكل كان قاعد يبكي كاروت والبقية وكله متأثيرين بس اهم شيء والنقطة المهمة اللي سواها بيدرو انه قدروا يهربوا فشكرا بيدرو لو بدونك كان ما قدروا يهربوا بالمركز الخامس عندها نيكو ليفيا نيكو ليفيا اللي ما يعرفها هي عبارة عن ام روبين ام روبين اللي كانت حاول تقرأ البنغليف وكانت حاول تتعلم كانت يعني حرفيا كانت شخصية نفس حال تقريبا ام شرهوشي تبا سلام يعني والاسف يعني كله ناس طيبين يموتوا في العالم فالاسف ماتت عن طريقة البحرية وحكومة العالم واليمانيتها مأساوية جدا خصوصا انه بنتها تأثرت عليها وما عندي كلام صراحة كثير عن اوليفي تأثرت ببوتتها بس ما عندي كلام زيادة فخلونا ننتقل المركز الرابع في المركز الرابع عندنا كروزاني اللي هو اخذف لمنكو طبعا هم التنانين السماوية من عائلة دون كيهوتي بس بعد ما قرر يتنازل ولدهم عن كونوا تنين سماوي وقرر العيش حياة طبيعية عند البشر العاديين بس لأسف البشر يعني مردوا لهم الطيب بالطيب وبعد ما عرفوا انهم كانوا بتنيروبي صاروا البشر العاديين يكرهوهم ومتعرضوا للمشاكل ومطاردوا وبعدين ولدهم كان يبيرت يعيش في ماريش ولكنهم رفضوا ومات توالد دوفي بعد ما دوفي قتل ابو كوروزان كان قاعد يبكي وما يعني رجال النهار فبعدين لقاه سينقوكو وعتنا فيه وخلاه جندي للبحرية وصار جندي استخباراتي للبحرية وبعد سنين طويلة كوروزان رجع لأخيه وبعدين دوفي فرح مرة انه شاف اخوه يعني اخوه مفترق عنه عن سنين ففرح وطبعا بعد ما دقابلو كتوفي فرح انه شاف اخوه بعد فرق طويل وعطاه منصب عالي بالقراسينا حقته فكان جدا فرحان يعني ما يدر انه كوروزان كان مخبي عليه وكان قاعد يتجسس وحرفيا كان عبارة عن جاسوس لسينقوكو يعني ما ادرك فيه غدره باخوه كده بس تقريبا سينقوكو صار اعاز عليه من اخوه عموما بعدها التقى كوروزان بلاو هنا هذا من اجمل الشيء اللي صارت بحياة كوروزان ولو كان عنده مرض خطير مرض هذا كان جدا قاتل كوروزان حاولي وديه كل المستشفيات بالعالم بس للاسف ولا واحدة منها فادت طويلة بعد ما اخذ الفاكهة وفرحه كوروزان كان مصاب ولو راح ليدور على شخص عشان يعالجه وشوف حالة كوروزان وللاسف راح للشخص الغلط راح لفيرقو يد فلمينغو اليمنو اللي كان مسويه نفسه جندي بالبحرية طبعا كان عبارة عن جاسوس لدفلمينغو في البحرية عموما هذا الشخص قام بضرب كوروزان ولاو اتصل على دفلمينغو عشان يجي بس كوروزان خبه لاو بصندوق وحط عليه غرفة الصمت عشان ما ينسمع صوته وللاسف يعني دفلمينغو جا وقتله بعد ما عرف ان اخوه جاسوس مات علي يد اخوه طبعا كان قد يحاول يعيش لطول فترة ممكنه عشان الصمت يحق فاكهته يظل موجود ولاو ما يطلح صوت فبس دقيقة وان رايحت فاكهة كوروزان ما ادري والله المفروض يعني اوكي دفلمينغو كيد ما يعرف زيتيت ينقل الفاكهة وكذا غالبا فما ادري صراحة من راحة الفاكهة ومن اكلها حاليا واش صار عموه ما علينا مدري اقعد تكلم تقل المركز الثالث الثاني والمركز الثالث الثاني عندنا اس واللحية البيضاء طبعا اس واللحية البيضاء ماتوا بنفس الوقت فهيتبرو موتها واحدة طبعا عندنا اعظم يونكو واقوى رجل بالعالم بذاك الوقت ادواردو نيوغيت او الملقب باللحية البيضاء وكان عندنا ابن ملك القراصنة اس وقايد الاسطول الثاني لقراصنت اللحية البيضاء طبعا بعد ما خان تيتش اللحية البيضاء اس راح يلاحقه والاسف تيتش ومسك اس كلكم تعرفوا القصة وبعدين اس كان قاعدين عدم وجاء الوايت بيرد جوا الفزعه حقته يقضح من المارين فورد ومدري اخر شي يعني كان يبديه يوم يجلدوا الصراحة بس غدرات تيتش والخيانة اللي صارت للاسف نهت الوايت بيرد حتى المكانوا يحاولوا يهربوا اندعسوا ويعني بعد ما ضاح الوايت بيرد بحياته عشان اس اخر شي اس بس لانه سمع كلمه مكويسة من اكانه وراح رجعي انا الصراحة اشوف خلاص يا شي خليه يتكلم زي ما يبقى تروح اتدرب وانتقب منه بدال ما انت ضعيف ما عندك هاكي ولا شي رايح يتهايط رح اهرب فحرفيا شي يقهر وتيتي اخذ فاكهة الوايت بيرد يعني تخيل شخص كان زباله انت جيت ربيته عندك وخليته واحد من طاقة امك وخليته واحد من عيالك اخر شي يروح يقدر فيك بطريقة الوسخة هذي ويمسك ولدك اللي اعتبر اخوه ويوديه المارين فورد كتنسي مخطتاته بس فحرفيا تيتي من انجس الشخصيات حتى لو كان موضي حزين حتى لو في اسباب تبرل الشي اللي سواب ما في شي يختفر له ان الشخص وايت بيرد ما اعمله بكل طيب وكان نكرا خلاه شي فاخر شي تروح تخدر فيه غير انه ذبح واحد كمان من طاقم ويلي هو ستيتش فحرفيا شخصية سيئة وزي ما كنت قاعد يقول اس غبي يعني كان مفروض يهرب ما كان مفروض يرجع فالاسف يعني وريد تدخل شانجز قبل بس عموما ويت بيرد كان ناوي يموت ناوي يموت ما يفارقة معا خصوص انه كان خلاص بحلاش يفير الموت رايح فيها فشكرا ويت بيرد على الاكتر رهيبة اللي اعطيتنا ياها وقت دخول للمرين فورد شكرا اس انك غبي اخي يقار يقار والله اني مقهور يا اخي الوعي تفير ضحفهاته على الفاضي عموما انتقل للمركز الاول والي كتير حينصدم وليه انا حاطه بالمركز الاول غالبا مو كتير تأثره بموته واحد مهتم فيه غالبا عندنا الدكتور هيلولوك او الدكتور حق تشوبر اللي علمه علم تشوبر وعاش مع تشوبر طبعا تشوبر كان شخص منبوت ما عدي يحبه حتى امه بنفسه ما تحبه لانه اكل فاكهة شيطان وتحول بشبه بشري مع غزال الرنة تقاضون غزال الرنة فحتى القطيح حقه سحب عليه والبشر ما يبغوه لانه شكله كذي يخوف وحشه فحريا ما حد يباه ويوم من الايام لقيت الشخص الوحيد اللي يبغاه الدكتور هيلولوك وكانت قصتهم مرة هي وسل الاسف ان ما خانتني ذاكرتي دكتور هيلولوك كان عنده سل وكان خلاص قاعد يموت فبعدين جا تشوبر ودور على فطر وعطايا صاح انه دكتور هيلولوك يدروا انه فطر سام بس ما حاب يكسر بخاطر تشوبر اوكله حرفيا دكتور هيلولوك يا اخي من افضل الشخصيات الصراع بني منبي صاح انه ما طلع الا حلقة واحدة بس الشخصية تأثرت فيني ممكن اني كنت صغيرة انا كنت تابع هذك الارك فعشان كيه تأثرت ما ادري الصراعه بس حرفيا من افضل الشخصيات ومن افضل الموتات كمان يعني موته جدا حزينه وشفناه كيف ماته اعطاك هذيك الجملة الرهيبة حقت لا يموت الشخص اللي عنده ما ينساها الناس والمرخص حقها زبدة فحرفيا من افضل الموتات وما ادري ما اظن الموكل يتفق معي الكل يشوف ايسهل اعتبارت افضل الموته بس انا عن نفسي يشوف هذي افضل الموته فاكتبولي رايكم بالكومنتات وباسور الله تسلوا عن النبي ومع السلامة اشتركوا في القناة